مجاهدين بالعودة إلى موضوع هزيمة داعش في العراق والسوريا هل ستمكنه من الانتشار في أفريقيا للحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الفرنسية فاريس الباحث الجامعي الجيوسياسي السيد لاغا شاقروش سيد لاغا مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا بحسب تقديرات الاتحاد الأفريقي هناك نحو ستة ألاف مقاتل داعشي في طريقهم نحو منطقة الساحل الأفريقي ما الخطورة التي يشكلها هؤلاء على تنظيم داعش الأم بشكل عام وعلى الساحل الأفريقي بشكل خاص في المقدمة أن الرقم الذي يقدم من طرف الاتحاد الأفريقي هو رقم مبالغ فيه في اعتقاد الله ممكن نتكلم بدقة حول هذا الرقم ما يقارب ألفين من العائدين لو تكلمنا من العائدين ممكن من تونس من ليبيا لكن الخطورة على التنظيم الأم فهو يعتبر تنظيم قوي يصبح قوي وجديد ومنفصل لأسباب جغرافية وسكانية وتتعلق بمنطقة الساحل والصحراء أما بالنسبة لمنطقة الساحل فهناك الظروف مختلفة عن العراق والشام بأن الدول المتواجدة حول شريط الساحل من مالي ونيجر واتشات فهي دول ضعيفة ليس لها جيوش قوية فمن الممكن أن تمركز ألفين أو ستالاف جهادي ناشط جهادي في أي مدينة من الساحل ستسبب متاعب كبيرة وممكن ممكن تسبب بإطاحة بعض الدول المجاورة في الساحل مثل تشاد أو مثل مالي أو مثل النيجر وحتى سنغال يعني طيب سيد لقى عودة المقاتلين تفضل تود أن تكمل النقطة لذكرتها حضرتك تفضل نقطة دقيقة أن لا يمكن أن نقارن العراق والشام بالساحل لأن الساحل أولا ما يعادل عشر مليون كيلومتر مربع أي مساحات واسعة شاسعة لا يمكن أن تقارن بشرق الأوسط التحرك في هذه الأماكن صعب كثير بين المدن هناك ما يقارب 300 كيلومتر لا يوجد هناك امتداد بشري لهذه العناصر أما في الساحل بشكل توضيحي أكثر سيد لقى عودة المقاتلين القادمين من سوريا والعراق إلى أي حد يمكن أن تغير من خارطة التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي وإن كانت هناك مسافات كما ذكرت حضرتك وإن كان أعدادهم بالألفين وليس بالستة ألاف كما ذكر التقرير التغيير بدأ حقيقة لو ننظر خارطة دواعش كل الدواعش في منطقة سابقا كانت هناك أنصار الدين وأنصار الشريعة والقاعدة في المغرب الإسلامي الآن هناك ثلاثة تنظيمات قوية التنظيم الأول هي تنظيم الدولة للصحراء الكبرى بقيادة صحراوي التنظيم الثاني ما يسمى بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة أقغلي والتجمع الثالث هو ما بقي من القاعدة إذن التغير جاري وحتى على مناطق جغرافية كانت تمركز في غرب أفريقيا أصبح الآن تمركز بمالي والنيجر وليبيا نعم إذن التغير يجري والآن هيكلة هذه سيد لاقت في أقل من دقيقتين تجدون أن داعش لم يغفل عن أهمية هذه المنطقة الساحل الأفريقي كون أنه يمكن أن يفتح فيها ممر لتهريب السلاح تهريب البشر المخدرات وستكون بالتالي مصدر تمويل مالي إضافي له في بداية الأمر داعش لم يغفل على هذه المنطقة والدليل أن تنظيم الدولة للصحراء الكبرى قد بايع داعش في سنة 2015 هناك بكو حرام ما يسمى بتنظيم الدولة في إفريقيا هناك عناصر من عنصار الشريعة نفس الدليل الآن هناك تجمع لهذه الفرق لتكوين ما يسمى بالصحراء الكبرى فهو ملجأ بداية الأمر قاعدة للتمويل بقضايا تهريب البشر المخدرات والأسلحة هناك ما يسمى بمخزن للتمويل للجوء لشن عمليات نحو الشمال ليبيا ونحو الغرب نحو بركنفاس وسنعان نعم شكرا جزيلا لك هناك خطر كبير بالنسبة لي نعم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من فاريس حدثنا الباحث الجامعي الجيوسياسي السيد لاغا شغروش ترجمة نانسي قنقر